نزمننا العزيز مايكل وديع مراسل دريم من المينيا ويعني أنتظر منك الكثير النهاردة يا مايكل عندك معركة هامة في المينيا بالفعل أحدثك اليوم من قلب محافظة المينيا عروس الصعيد الجميلة كما يطلق عليها الأجواء بدأت هادئة وإن كانت الأجواء التي سبقت مرحلة الإعادة كانت ساخنة بسبب كسرة التعونة التي تقدم بها عدد من المرشحين اسمحي لي في البداية أن أعطي لكي نبزة مختصرة عن جولة الإعادة والتي يتنافس بها خمسين مرشحا من أصل 251 كانوا يتنافسون في الجولة الأولى لم يحالف أحد منهم الحظ في الوصول إلى مقعد البرلمان ويحسمهم من الجولة الأولى كتلة تصويتية في محافظة المينيا كما ذكرنا في الجولة الأولى 2 مليون وتسعمائة ألف شهدت نتائج الفرز في الجولة الأولى العديد من المفاجآت كان أبرزها وصول حزب المصريين الأحرار بـ 12 عضو مرشح يتنافس على 25 مقعدا يواجه أيضا حزب مستقبل وطن بالإضافة كانت المفاجآة الأكبر وهي وصول عشرة من الأقباط في 8 دوائر بينهم دائرتين ينافسون بعضهم البعض أبرز فضالي مايكل بالنسبة لبني مزار دائرة بني مزار في المينيا أي أخبارها؟ هل هناك أخبار عن دائرة بني مزار؟ طبيعة المنافسة الله يحصل من هذه الدائرة تحديدا بالعكس دائرة بني مزار لم تشهد أي تحرك ملحوظ من المرشحين قاية ما هناك أن دائرة بني مزار تم ضمها إلى دائرة مركز مطاي لينافسوا على أربع مقاعد نصيب الدائرتين في الانتخابات السابقة كانت منفصلة دائرة مطاي منفصلة عن دائرة بني مزار لكل منهم مقعدين مستقلين الآن الكتلة التصويتية داخل دائرة بني مزار تحديدا أو مركز بني مزار تحديدا أكثر من 360 ألف صوت تقابله مدينة مطاي 160 ألف صوت تقريبا ده كان سبب نوع من الغضب لدى أهالي الدائرة كان مرضوض عليه أن أصبح من نصيب الدائرة مقعد في البرلمان عن طريق النائبة الآن هانم أبو الوفا التي فازت بهذا المقعد عن طريق طائمة حب مصر ولكن الدوائر التي تشهد بالفعل سخونة هي دائرة مركز بندر ملوي وأيضا مركز ملوي تحديدا مركز بندر ملوي يتنافس فيها قبطيان على مقعد وحيد وكان يحاول عضو مستقبل وطن قام بالطعن في تيجة الفرز التي صدرت فيه الجولة الأولى وتم إحالة طعنه الوحيد من بين 22 طعن لعدم الإختصاص إلى محكمة الإدارية العليا في القاهرة الغريب في الأمر أن جميع الطعون الـ 22 التي تم تقدم بها من المرشحين منذ أربعة أيام صدر حكم من المحكمة برفضها شكلا وتم الطعن عليها الغريب وهو أنه دم التأجيل الفصل فيها إلى الغد فالجميع يسأل الآن ماذا إذا صدر الحكم ببطلان نتيجة الفرز ماذا سيحدث بعد كل هذه الجولات الانتخابية التي تمت داخل المحافظة مايكل هو ده السؤال الفترة السخونة اللي كنت تتحدث عنها هل يمكن أن تفضي إلى عنف؟ هل هناك أي مؤشرات لحدوث عنف أو معارك؟ أي حاجة من هذا القبيل؟ الأجواء هادئة إلى الغاية حتى الآن الملفت للنظر هو تكرار مشهد الأمس واليوم من تصدر الكبار السن والسيدات والأقباط إلى مشهد التصويت الانتخابي المدينة والبندر تحديدا الإقبال فيها ضعيف الكسافة العددية متواجدة بشكل وافر في القرى والدوائر المناطق الشعبية حتى الآن لا يوجد أي مظهر من مظاهر العنف أو احتمالية حدوثه ما إلا يؤخص في الاعتبار أن التحالفات هي عنوان هذه الجولة ما بين المرشحين وبعضهم قد يؤدي هذا إلى بعض المشاحنات ولا أعتقد أبدا أنها تصل إلى مضايقات تعرق للعملية الانتخابية مايكل لدينا ظاهرة شديدة الإيجابية في هذه الانتخابات وتحديدا في المينيا هي وصول عشرة أقباط إلى مرحلة الإعادة ووجود منافسة بين اتنين من الأقباط ده يعني تأثيره إيه على المينيا ده أولد نوع من الإفاقة لبعض الناخبين وشعورهم بأن عدم خروجهم والعزوف عن التصويت للانتخابات كان نتيجاته وصول عشرة من الأقباط إلى مرحلة الإعادة بينهم كما ذكرت حضرتك في دائرة تحديدا دائرة بندر ملوي وأيضا في دائرة مركز أبو قرقاص وصل إثنين من الأقباط والإثنين ينفسون بعضهم أيضا رغم أن المقاعد في مركز أبو قرقاص هي ثلاثة يمكن للأقباط أن يصوتوا للإثنين ولكن بدأ من الأجواء التي سبقت الانتخابات عدم تحالف الإثنين وكان هذا ملحوظا وأعلنه الإثنين بشكل صريح ولم تتدخل الكنيسة بشكل ملفت بخصوص هذين العضوين بالعكس ابتعدت تماما بعد إلقاء تهم عديدة في الجولة الأولى أنها استغلت حيادية الأزهر والأوقاف في مصلحة مرشحيها حتى الآن الأجواء أكرر أنها هادئة إلى الغاية طيب مايكل وديع مراسل قناة دريم شكرا لوجودك معنا شكرا لك مايكل شكرا مايكل دايما بدينا معلومات وفيرة مايكل من مراسلنا الناشطين جدا والمينيا من المحافظات المهمة الغاية شكرا للمشاهدة